كنت عاوز أقول أنه يعني هذا الموضوع مش بس مهم خطير كمان لأنه يعني إذا أدركنا أهمية الروح القدس وأن أكون في علاقة مع الروح القدس هذا بعبر عن المؤمن الناضج الحيوي النشيط مش بس مجرد جسد ولا مجرد أنا بس عم بتبع عقيدة الروح القدس كعقيدة لكن من غير أنه أن الروح يعمل فيه مثل ما ذكرت وهذا طبعا اختبار مهم جدا في حياة المؤمن أنك تمتلي من الروح القدس صل أنك الرب يعطشك ويجوعك حتى يملأك مزيد ومزيد من الروح اللي هو ساكن فيك ماكث معاك حتى يقودك إلى أمور أعظم في الروح القدس ترجمة نانسي قنقر